في السنة 2000 ظهر للعالم العربي فيلم كان غريب جداً وقتها كان بيتكلم عن حاجة تقريباً محدش تتكلم عليها قبل كده الفيلم ده كان اسمه فيلم ثقافي بيتكلم عن مشكلة الشباب ومعاناتهم وأزمتهم في الجواز علشان كده كانوا دائماً بيلجأوا لمشاهدة الأفلام الإباحية بس اكتشفوا إن مشاهدة الأفلام الإباحية هي كمان مش سهلة برضه لو حد أخد باله حيلاقي إن الشباب طول الفيلم كان معهم شريط فيديو فقط لكن ما فيش جهاز فيديو ولا تلفزيون ولا مكانة فأسناء محاولتهم المستميتة في مشاهدة الفيلم وتجميع عناصر المشاهدة من فيديو وتلفزيون ومكان كان بيصدفهم ناس جديدة عايزين يتفرجوا معهم وعندهم نفس الكابت والحرمان العاطفي والجنسي وبالرغم إن الشريط في الآخر اطلع مقلب وكان شريط فاضي إلا إنهم برضو ما سكتوش وحاولوا يجيبوا شريط تاني عشان يتفرجوا عليه وما اشتغلش معهم يخرب بيت النحس يعني فشفت هنا مدى الاستماتة والإصرار في مشاهدة الفيلم برغم عدم طوافر أي شيء من عناصر المشاهدة أو ده اللي منسميه إدمان الإباحية بس الحاجة الوحيدة اللي الفيلم ما ذكرهاش إن الشباب دول فاكرين إنهم بمجرد ما يتجاوزوا ويمارسوا الجنس كل ما شاكلهم حتتحل لكن مع الأسف مشكلتهم مش هتنتهي وحيفضلوا برضو يتفرجوا على الأفلام أهلا بكم في حلقة جديدة من فرماستان حلقة النهاردة من سلسلة حلقات المخدرات الحلقة دي برعاية موقع عرب ثيرابي لو كنت بتعاني من إدمان الأفلام الإباحية ومحتاج مساعدة فإحنا توصلنا مع موقع اسمه عرب ثيرابي عمل دكتور عربي عايش في ألمانيا هو وزملائه عشان تدر تتواصل مع أفضل أطباء والأخصائيين النفسيين في الوطن العربي والجلسات النفسية بتكون أونلاين بالصوت والصورة في أي وقت وفي أي مكان بتدفع اشتراك أسبوع بسيط وكل أسبوع بيكون عندنا الجلسة نفسية بتحددها مع الأخصائي في الوقت اللي ينسبك وخلال الأسبوع بتتابع مع أي تغيرات حصلت على حالتك عن طريق الواتساب فتقدر تستعمل بروما كود فرماستان هتاخد من خلاله خصم 50% على الجلسة الأولى وخصم 30% على باقي الجلسات يلا نرجع لموضوعنا الكلام اللي حكيناه ده كله في العصر بتاع فيلم ثقافي يختلف تماما عن العصر الحالي لأن الموضوع دلوقتي بقى أسهل وأخطر مما تتخيل في سنة 2019 كان عدد زيارات المواقع الإباحية مضخطي حاجز إلى 2 مليار زيارة ده غير أن تلت محتوى الإنترنت محتوى إباحي فمعدل التعرض الإباحية بيبدأ من عمر 11 ل 13 سنة وفي مؤشرات علامية بتقول أنه في بعض الأحيان بيبدأ من سن 8 سنين فبعد متخصصين في الطب النفسي والإدمان الجنسي حطوا 10 علامات بتحدد مشكلة الإدمان الجنسي واللي منها فقدان السيطرة على السلوك والهوز بالخيالات الجنسية كوسيل التأقل مع الضغوط ده غير استهلاك وقت طويل في التفكير في السلوكيات الجنسية فيه كمان بعض الأبحاث اللي بتقول أن إدمان الإباحية بينشط مناطق في الدماغ مرتبطة بالتحفيز والمكافأة وده بيغير من نظام الدوبامين في المخ لأن في بداية مشاهدة الأفلام الإباحية الشخص بيكون عنده جرعة عالية من الدوبامين بس مع الوقت الشخص ده بيبقى تعود على نوعية مشاهدة الأفلام دي فبيحصل إنتاج كمية أقل إن الدوبامين وبيضطر يروح لأفلام تانية عشان يفضل يستمتع بيها فمنلاقي إن طريق الإباحية عامل زي النفق المظلم كل ما بيزيد تعمقك فيه كل ما بيزيد البعد عن مصدر الضوء اللي هو ممارسة الجنس الطبيعي ومع استمرار المشاهدة مرة ورد تانية بيفقد الإنسان الأمل في التعافي عشان تتحول الإباحية لجزء الأساسي من روتينه اليومي ويدخله في اكتئاب وإحباط وفقدان الثقة بالنفس معظم الشباب اللي بيتفرجوا على الإباحية بيعتبروا مشكلتهم تفهة أو حاجة عادية مش لازم أبداً إنهم يدوروا ليها على علاج لو جربت تتكلم مع شباب بيتفرج على أفلام إباحية كتير فأنت غالباً هتسمع كلام من نوعية حبطل بعد الجواز أو أنا مش مدمن أنا أقدر واقف أي حاجة أنا بتفرج عليها وبتحكم في نفسي في الوقت اللي أنا عايزه وغيرها من الجمل اللي بتخليهم يحسوا إن مفيش مشكلة أصلاً فعلشان كده فيه دكتور أمريكي اسمه كيفين سكنر قال لي في كتاب اسمه علاج الإدمان على الإباحية وسائل الشفاء والكتاب ده فيه اقتباس لأحد المتعافين بيقول فيه أنا بطلت مشاهدة المواد الإباحية لسببين تحديداً أولهم لإن المواد الإباحية دخل السلوكيات زي الغضب والعنف في خيالاتي مع نفسي رغم إنهم مش من طباعي أصلاً والحاجة التانية إني بدأت أفهم إني بشارك في خلق وزيادة نسب الضعارة على المواقع دي بمعنى إنه بتسبب في شكل مباشر في زيادة أرباحهم وبالتالي زيادة استغلالهم للبنات في تجارة الجنسة لازم تعرف إن فيه اختلاف كبير جداً ما بين المواد الإباحية والجنس الحقيقي زي وزي الفرق ما بين ألعاب الفيديو اللي هي الفيديو جيمز اللي بنعابها على الكمبيوتر ولعبة حقيقية زي الشترانجة لإن مشاهدة المواقع الإباحية نتيجتها العزلة واستحلال النظر على أرض الواقع وكمان بيحاولك لحيوان بتحكمك الغريزة في أي حاجة بتشوفها ويبدأ مخك يخلق سيناريوهات لصدف ممكن تحصل وتخليك تمارس الجنس مع كل الناس اللي انت بتشوفهم في الشارع أو في الجامعة أو في الشغل مش كده بس ومخك يصور لك كمان إن فيه احتمال إن هم يوافقوا عادي وطبعاً على عكس الجنس الحقيقي اللي بيكون فيه ود وارتباط عاطفي وتفاعل مع شخص حقيقي في علاقة رسمية مش مجرد رؤية لمشاهد خيالية غير حقيقية وغير ممتعة للناس اللي بيمرسوها لأن هي مجرد ضعارة بحتة هدفها ربحي فقط مصطلح إدمان الإباحية أو البورن أدكشن معناه إن الشخص بقى معتمد بشكل عاطفي على مشاهدة الأفلام الإباحية للدرجة اللي بتتدخل فيه مع حياته الشخصية وعلاقاته الاجتماعية ووظيفه اليومية فالأخصائيين النفسيين بيعتبروا إدمان المواد الإباحية من سمات اضطراف فرط النشاط الجنسي أو حاجة اسمها Hyper Sexual Disorder وده بيضم مجموعة من الصفات السلبية زي ممارسة العادة السرية طب يا طرق إهي الأثار الجنبية لمشاهدة الأفلام الإباحية؟ أول حاجة حياتك الجنسية بتتحول لجحيم لأنه بيكون صعب إرضائك وده بيحصل بسبب التصدق ما بين عدم الواقعية في الأفلام دي وما بين ممارسة الجنس الحقيقية اللي بتكون مختلفة اختلاف كلي عن أي حاجة بتشوفها تاني حاجة إن الأفلام الإباحية بتعمل مشاكل في العلاقات الاجتماعية وبيتقلل من مكانة وصورة الشخص عند الناس اللي حواليه اللي بيكتشفوا الصدفة إنه بيشوف الحاجات دي وطبعا ده حيكون ليه تأثير نفسي صعب على الشخص اللي بيدمن الأفلام دي لما يلاقي الناس كلها بتبصله باستحقار تالت حاجة حتلاقي الشخص اللي بيدمن أفلام إباحية ويوصل للضروة الموضوع إنه بيفتح أفلام في كل وقت مهما كان بيفتح في المواصلات، الشغل، الجامعة، الأماكن العامة لأنه خلاص فقد السيطرة على نفسه ومبقاش عارف يتحكم في عقله وأفكاره رابع حاجة هيبدأ بشكل تدريجي إنه يشوف مواد إباحية أكثر تطرف أفكار بعيدة عن مفهوم الجنس المعروف زي أفكار التعذيب وممكن مع الوقت دماغه توصله إنه يتفرج على سلوكيات شازة وغريبة حتى لو كانت مع الحيوانات أو حتى إن الموضوع يوصل به إنه يجرب حاجة جديدة ويغير ميوله تماماً يعني على سبيل المثال كان فيه شخص بيقول إن أثناء مشاهدة الأفلام الإباحية صدفه فيلم البنت بتحاول إمتاع نفسها بنفسها من غير ما يكون معها أي شريك جنسي فكان عنده فضول يجرب الحاجة اللي هي بتجربها عشان يعرف هي حاسة بإيه وليه مستمتع قوي كده فلقى نفسه هو كمان بيستمتع بالجنس الشراجي خامس حاجة حتلاقي المواقع الإباحية بتبدأ تسحبك بالراحة عشان تدفع مبالغ خرافية عشان تشوف الأفلام لي وبتتجاهل المسئوليات اللي عندك في حياتك في اعتقاد بيقول إن الإنترنت بيقدم أفلام إباحية وصور جنسية مجانية لكن صدقني دي بتكون مجرد البداية لأنهم حيبدأوا يستدرجوك علشان تشوف أفلام بكوالتي عالية ومتصورة بشكل أحسن وفيها متعة ونشوة جنسية أكبر بس الأفلام دي بتكون مشتراك شهري فلازم تعرف إن الشركات دي بتشتغل بأسلوب تسويقي زكي جداً عشان تخليك تدفع أكتر لأن انت بالنسبة لهم مجرد سلعة سادس حاجة الشخص اللي بيتفرج على الأفلام الإباحية بيكون عليه نوع من أنواع الضغط الغير صحي أثناء ممارسة الجماع خايف ما يكونش بنفس درجة الاحترافية اللي بيشوفها في الأفلام فده بيصيبه بالإحباط ويسبب له ضعف الانتصاب وسرعة القصف سابع حاجة هتحصل للشخص اللي بيتفرج على الأفلام إباحية إنه هيحصل له زهد تام في ممارسة العلاقة الجنسية مع الشرك حياته لأنه خلاص بقى مرتبط وجدانياً وجسدياً بفعل المشاهدة اللي بتكون مصاحبة في أغلب الأحيان لممارسة العادة السرية هي دي الحاجة اللي بيتمتعه خلاص مش عايز يمارس الجنس تاني في دراسة عملت كمان سنة 2017 بتقول إن الرجال اللي بيسعوا للعلاج من استخدام المواد الإباحية لقوا عندهم تغيرات في المخ شبه بالزبط عقول الناس اللي لسه بتتعافى جديد من إدمان مخدر معينة فلقى الباحثين إن عقول الرجالة اللي بتعاني من إدمان الإباحية كانت بتتفاعل مع الصور المثيرة بشكل مختلف تماماً عن أدمغة الرجالة اللي ما عندهمش إدمان إباحية طب يا ترى إيه هي أسباب اللجوء لمشاهدة الأفلام الإباحية؟ يعني ليه أصلاً الناس بتروح لها؟ أول حاجة مشاكل في الصحة العقلية الأساسية ممكن يستخدم الشخص المواد الإباحية علشان ليه هرب من الديق النفسي والمشاكل والاكتئاب بيبني عالم خيالي يطلع فيه كل طاقته تاني حاجة الأعراف الثقافية الغير صحية زي إن الشخص ما يكونش عنده خبرة كافية في ممارسة الجنس فيلجأ للأفلام الإباحية على أمل إن هو ممكن يتعلم منها لكن الأفلام بتبدأ تسحبه لسكة تانية خالص غير ممارسة الجنس اللي هو كان داخل أصلاً عشان يتعلمها تالت حاجة الأسباب البيولوجية اللي من ضمنها التغيرات في كيميا الدماغ فمنلاقي الشخص هنا عقله وطريق تفكيره خلاص اتبرمجت على المتع من المشاهدة محطل هو مش في حالة استثارة جنسية هو قاعد زهقان فبيفتح أفلام إباحية كاسلوك إعتيادي هو متعود عليه طب يا ترى إمتى استلاك المواد الإباحية يبدأ يخرج عن السيطرة؟ الصبر هو سر الصياد الشاطر في إنه يوصل لفرستو نفس الشيء بالزبط بالنسبة لصناع المحتوى بيرميلك طعم بيكون عبارة عن صورة أو اتنين على شاشة الموبايل في مواقع عادية جدا حتى لو مواقع كورة ومش بيكون محتاج منك أي حاجة ساعتها غير إنك تبص عليها بشكل خاطف لإن الإدمان مش هيحصل من نظرة واحدة لكن صناع الإباحية عارفين كويس جدا إن هم محتاجين ضغط الزر واحدة لإن احتمال رجاهم هيكون صعب جدا هنجرك وندخلك للموقع بتاعنا ووريني هتطلع منه الزقية لازم تقعد تستكشف وفيلم يجيب اللي بعده لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايزها وبكده قدر أقول لك مبروك إنت وقعت في شباكهم وإيه اللي بيحصل بعد كده حتزود مدى أبعد عشان تلبي مشاعرك الفكرة إن المواقع دي مش بتكتفي إن هي بس تخليك تتفرج فبيبدأوا يروجوا لبضاعة جديدة عن طريق إعلاناتهم زي مثلا تلاقي إعلان بيقولك حتفضل تتفرج لحد إمتى مش نفسك تمارس وطبعا هنا بيكون فيه شبكة عصابة كبيرة حتدخلك في ممارسة جنس مليان أمراض وسلوكيات مريضة سلوكيات فيها نقل الأمراض زي والسيلان وغيرهم من الأمراض الجنسية ده غير إنك بتعمل حاجة من الكبائر اللي نات عنها كل الأديان وهي الزنة لما تدى تشغيل أول عرض المواد الإباحية حتقول لنفسك عادي مرة في السنة أو كل فين وفين لكن بسبب التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل في دماغك حتلاقي نفسك مش عارف تبطل وهنا خطوط الموضوع في إنك حتدخل في حاجة اسمها الإدمان القهري أو وده معناه في جدان الحرية في اختيار إذا كنت تتوقف أو تكمل في السلوك ده يعني هنا مش هتبقى مخير بأي شكل من الأشكال الناس اللي عندهم السلوك القهري ده غالبا بيقضوا وقت كبير في التخيل التخطيط التفكير في السلوك الجنسي لما المود من هنا بيفهم خطورة الموقف اللي هو فيه بيكون وقع خلاص في فخ الإدمان وهنا بتكون كل حاجة خارجة عن سيطرتك فهنا حتبدأ تظهر عليك أعراض انسحاب زي ما تكون محاولة منك إنك توقف في استخدام مخدر كيميائي زي اللي تكلمنا عليهم قبل كده يعني جسمك هيتأثر وفي أغلب الأحيان بيكون المود من هنا فاهم خطر السلوك ده على حياته الاجتماعية والأسرية والمهنية لكنه عاجز عن مقاومة إغراء الاندفاع والنشوة المؤقتة اللي بيأخذها من مشاهدة الأفلام الإباحية طيب يطروا بعد الراغي ده كله هل في علاج الإدمان الإباحية؟ أول حاجة لازم تتابع مع أخصائي نفسي سيب شعور الخجر والإحراج على جنب وركز على الفوائد الإجابية للعلاجة وفتكر إن المعالج النفسي موجود عشان يساعدك مش عشان يحكم على أخلاقك فالأخصائي ده بيكون دارس كويس سليب نفسية علاجية كتير وفتكر كمان إن احنا في أول الحلقة من عامل الإباحية على إنها إدمان تاني حاجة هي كتابة كل حاجة ممكن تسببها الإباحية من مشاكل وإنك تستحضرها قدام عينك طول الوقت من خلال إنك تحط ورقة دايما في مكان ظاهر اعمل كمان قيادة لنفسك وده من خلال كتابة أهم الإنجازات والتحديات اللي تغلبت عليها في حياتك وإنك تكتب كمان إزاي عايز تكون شخصيتك شخصية قوية قيادية وإن ما فيش حاجة ممكن تخليك عبدي لها فمجرد استحضرك لكل ده حتبدأ في استعادة الثقة في نفسك والتحكم في قراراتك ومفعلتك وكل ده بيحصل لك خطوة أولة في استعادة حياتك من غير مواد إباحية ثالث حاجة حاول تتخلص من عناصر الجنسية المحفزة أو إنك تكون موجود حاولين حاجات بتفكرك بالجنس فعمرك ساعتها ما هتعرف تتعالج لو عندك مثلا مجلات أو صور أو مقاطع فيديو إباحية على موبايلك أو مواقع أنت مشترك فيها احذف كل مواد الإباحية من جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب بتاعك أو حتى موبايلك أو أي حاجة ممكن تتعرض لها حط في التورج كمان أنك تحط برنامج يعمل حظر المواقع دي من على كل جهاز ممكن تمسكه ولو كنت جردت الخطوة دي وفشلت معك يبقى أحسن حاجة أنك تبعد عن أي حاجة فيها مصدر إنترنت هتلك موبايلك قديم بزراير لحد ما تتحسن وتحس أنك قادر تتحكم في نفسك من جديد لأن المثيرات مش مجرد أفلام أو صور لأ ده كل ما يتعلق بالإباحية وبيشمل ده الخيالات الجنسية تصفح الفيسبوك يوتيوب انستجرام البداية دي للإباحية بتعمل نتائج عكسية وبتلاقي نفسك بالدارة على مواد إباحية في المواقع دي فالموضوع عامل كأنك بتعمل استبدال إدمان الكحول بالبيرة الخفيفة اللي تنب يكونوا مضرين ففيش حاجة اسمها ضررها أقل ونعتبرها علاجة لازم تتجنب جميع المثيرات دي من حولك لأن كل حاجة ممكن مخك يستخدمها زي الإباحية رابع حاجة استبدل إدمان الإباحية بسلوكيات جسدية تطلع فيها طاقة كبيرة فحاول تجرب الأنشطة الصحية زي ممارسة الرياضة أو إنك تلعب مثلاً قرط قدم، قرط سلة أي حاجة تطلع فيها طاقة ومجود بدن كبير خامس حاجة إنك توصل لسبب مشكلتك الحقيقية اللي خلتك تدمن المواد الإباحية وده طبعاً حيساعدك في إنك تتعافى بشكل أسرع لأننا للأسف عايشين في عالم مليان ضغوطات وناس كتير مريضة نفسية وساعات الإنسان هنا بيكون هش من جواه فلو جربت تحط إيدك على المشكلة الأساسية نفسها ده حيساعدك في التعافي الحاجة التانية المهمة في حلقتنا النهاردة إن أهالي كتير بتسمح لأطفالها إنهم يستعملوا لسمارتفون ومع الأسف وارد بنسبة كبيرة إنهم يوصلوا للحاجات دي نظراً لسهولة إيجادها عن زمان حتى لو وصلوا لها عن غير عامدة فيا ترى، إيه أضرار مشاهدة الأفلام الإباحية على الأطفال؟ أول حاجة هتخلي الطفل عرضة للاستغلال والاعتداء الجنسي لأنه حيكون عنده سلوك مليان فضول ناحية الحاجة اللي هو شافها تاني حاجة هتأثر على قدرة الطفل في سيطرته على انفعلاته تالت حاجة هيبدأ ترسخ في عقله أفكار غير حقيقية عن العلاقة الزوجية رابع حاجة إن كتير من المحتوى الإباحي بيكون فيها مشاهد عنف ممكن تأثر بشكل مباشر على سلوكيات الطفل وعلى نفسيته وممكن يتعرض من خلالها صدمة تأثر عليه باقي حياته خامس حاجة فيه نسبة من الأطفال هتحاول تقلت كل حاجة بيشوفوها مع أطفال تانين أصغر منهم في السن أو أضعف منهم في البنية الجسدية فهنا بيكون دور الأسرة في متابعة الطفل إنهم يرقبوا بشكل مستمر مع استخدام بعض برامج الرقابة على هاتفهم يحاولوا دايماً إشراك الطفل في الأنشطة الاجتماعية ولازم يكون فيه استشارة نفسية وطربوية في التعامل مع الطفل بشكل صحيح خلال المرحلة الصعبة دي فلو اكتشفت إن ابنك شاف حاجة زي كده عن طريق الصدفة حاول إنك توديه الدكتور النفسي على طول لإنه هو الأضرى بالتعامل الصحيح معاه وعمل لطفلك دايماً حالة إلهاء زي إنك تشترك له في رياضة جديدة أو أنشطة ما عملهاش قبل كده المهم إنك تطلعه برى المود السيء ده بسرعة اتجنب دايماً العنف وإنك تاخد ردود فعل فيها تعنيف جسدي أو لفظي بتجنب إنك تقول أي تلميحات خارجة قدام عيالك طيب يترى لو أنا مدمن على الأفلام الإبحية ممكن أحتاج وقت قد إيه عشان أتعافى منه بشكل نهائي المدة المتوقعة بتكون حوالي 90 يوم أو بمعنى صحي 3 شهور أما بقى لو كانت الحالة قوية وقهرية في شكل كبير جداً فممكن توصل معاك لـ 18 شهر أكبر عدو ليك مش المخدرات ولا إبحية الأفلام ولا حتى إنسان أكبر عدو ليك هو نفسك مفيش كائن في الدنيا ممكن يكون خطر على الإنسان غير الإنسان نفسه شوفكم حلقة جاية لو المحتوى اللي من قدمه أعجبك وعايزنا نستمر اشترك في قناة فرماستان على يوتيوب وما تنساش اتشغل الجرس حتلاقي المصادر تحت الفيديو حتلاقي معهم الأكاونت الجديد بتاعي على إنستجرام لو حاب تتباني بشكل شخصي تابعنا باستمرار وكون مواطن في جمهورية فرماستان السلام عليكم اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة